إذاعة القرآن الكريم من القاهرة والساعة الآن السابعة صباحا أخوة الإيمان والإسلام فيما يلي نستمع إلى تلاوة قرآنية مباركة لما يتيسر من آيات الله البينات يتلوها علينا القارو الشيخ محمد رفعا اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في قناة استغل المساحة منادي المطبخ الزيت الملح البودر الكابسولات حتى لو الحتة ضيئة بس تستفيد بها بدل ما تحطي الحاجات في حتة ثانية المهم نعمل شوية زلابية حلوين استخدمت مجين دقيق كيس خميرة فورية معلقة كبيرة خميرة فورية رشة ملح معلقة بيكنج باودر معلقتين سكر كبار معلقتين نيشا كبار ونضع المفروض من مج مية لمجين على حسب الدقيق فأنا خدت مج ونصف على حسب الدقيق مج ونصف أو مج وربع وهقلبها كويس لغاية ما كل التكتلات اللي فيها تفك مايبقاش فيها أي حاجة مخرزة خالص والمية تكون دافية علشان الخميرة بقى ايه تشتغل وكده هناخد معلقتين كبار كمان زيت وكده العجينة هتكون جاهزة معيك المعلقتين النشا اللي احنا حطناهم الكبار دول بنفس المعلقة دي بس مايبقاش هرميين تبقاش هرم تبقى ممسوحة أو مش عالية قوي خلاص كده حطنا معلقتين زيت دوريكو القوان بقى اللي المفروض ايه بتوصليلو بسوا تبقى بتمطك كده فيها مطة يبقى متبقاش خفيفة قوي زي مثلا مع جينة الكريب ومتبقاش تقيلة نغطيها باي حاجة وندخالها تخمر ساعة ونص في الفرن متولعيش الفرن ولا اي حاجة هنسيبها تخمر ساعة ونص على اللمبة بتاعت الفرن ولو مش موجودة اللمبة مش مشكلة هنا بعد ساعة ونص لما خمرت اهم نقطة بقى يا جماعة ان احنا نخرج الهوى اللي فيها ده بصوا في بابلز كده وهتلاقوا فيها فقعات هوا هنخرج بقى كل ده بره هنفضل نقلب فيها كده لغاية ما ايه ما الهوى اللي جواه هيطلع التركيه دي مهمة جدا وطبعا هنكون مجهزين الحاجات اللي احنا هنزاين بيها انا مجهزة سكر بودرة انت ممكن تحطي بتعملي بقى شرباط ممكن تعملي سوس شوكولاتة كرامل اي حاجة انت بتحبيها هوريكوا ازاي بقى تعملوا الحركة اللي انا بعملها دي اهم حاجة ان احنا بين كل 3 او 4 زلابيايات نقوم مسحين ايه او مغطصين المعلقة في زيت علشان العجينة متلزقش معيك تمام والزيت يكون سخن جدا طبعا انا هزاود زيت دلوقتي المفروض الزيت يكون مغطيها كلها او تبقي عاملها في حاجة ضيقة وغوطة منها مش هتوسخلك البتاجاز بترتشة الزيت ومنها هتبقى هي مغطصونة هي اصلا لما بتجبر بتعوم على وجه كده فهي مش هتختص بنسبة 100% تمام اه فيه تركاة تانية مهمة وهي ان احنا بنقليها نص قالية وبنطلعها وهي صفرة كده بس مش دهبية ما تبقاش استوت تبقى نص سوا بنطلعها وهي نية لغاية ما تبرد وبعدين ننزلها في الزيت التانية يعني بنقليها على مرتين دي بقى الحركة اللي انا بعمل بيها الكور بتاعة الزلابية طبعا كل ما صغرتيها كل ما كان احسن دي نقطة النقطة التانية انا عندي الجهاز او الكوباية بتاعة اللقمة القوذي بس ما بتثبتش معي وجربت قبل كده اعملها بالازازة وبرضه ما زبطتش ليا الازازة والمقص فبقيت اعملها كده ايه زي سيلفيتي سيلفيتي اللي هي مراد اخ وجوزي بتعملها كده وانا غشيت الطريقة منها طبعا دي مش لقمة القوذي دي عمة القوذي لان هي كبيرة مفروض تبقى اصغر من كده بس انا ماليش خلق ان انا نعود اعملها منامنمة هنا بطلعهم عشان يبردوا عشان ارجع اعيد الالية تانية طبعا الكوبايتين دي دول يا جماعة ليكي والجوزك والجران والبقية الكوكب اه لو انتو فردين اعملي مج واحد كفاية او مج للربع كمان اه لو انتو اه ما شاء الله بقى اسرة كبيرة بقى في خمس ستة افراد ولا حاجة يدوبك الكوبايتين يكفجوا اللي انا عملته دا معرفش انا عملته ليه بصراحة عشان اكون صريحة معاكو ايه بس اعيد بقى الالية تاني ويه هنت اللحة اه نرش عليها السكر تكاثرت الاقاويل بقى في الحتة دي وقالوا ايه لا اروش السكر وهي سخن عشان السكر يلزق واناس تانية قالت لا اروش السكر وهو بارد علشان معرفش يجرع ايه المهم ان انا رشيته وهو سخن بس انا من رأيي لا اروش السكر وهو بارد احسن الزلابية تكون باردت احسن وده الشكل النهائي والواحد عمل جريمة هيندم عليها بقية الشهر فروحت لابسة ونزلة علشان اروح اتمشى واحرق اللي انا كلته بس خدت الغازالة دي معايا وروحت ايه لابسة ونزلة وعيز اقولكو يا جماعة ان الجو احلو ويبقى فينا سمات برد فقول تنزل انتو هتشوفوا هتحسوا ان انا دخلة في الادغيل فهميني زيبسة هنحب ايه اتمشى جوه كده حبش اتمشى عالشارع اتمشى جوه الجنينة وما تقلقوش لا احنا مدينتي امان بيبقى في امن في كل حتة يما كان يبدو مخيف لكن هو لزوز وعشان اقولكو معلومة ما تغرفوهوش عني بس ده سر انا بموت في صوت سرسور الحقل جدا جدا فدي من اروع الحاجات اللي موجودة هنا في مدينتي لو انتو بتحبوا صوت سرسور الحقل او سرسور الليل تقدروا تنورونا يارب تكونوا اتبسطتو واشوفكم فيديو جديد ونسوش تحطوا لايك وباي باي